السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التحية لجميع ومرحبا بكم فيديو جديد لنستمع فيه لمحل الجزائري فضح هشاشة العشبة الطبيعي في الملاعب الجديدة التي تم إنشاؤها مؤخرا في الجزائر أبرزهم ملعب تيزي وزو وملعب بوراقي المحلل الجزائري أكد بأنه تم إغلاق هذه الملاعب في وجه الإعلام الجزائري خوفا من تسريب فيديوها تفضح المشرفين على هذه المنشآت الرياضية التي يعتبرها المسؤولين في الجزائر بأنها منشآت عالمية وقادرة أن تنظم حتى كأس العالم والتي أصبحت اليوم أرضيتهم كارثية والعشبة الطبيعي احترقا بالكامل وقالهم الصورة الحالية ديال ملعب وهران وبوراقي وكذلك ملعب تيزي وزو وحتى ملعب جويليا كلهم تضرروا ولن نستطيع لا تنظيم لا كأس إفريقيا 2025 ولا 2027 والطريقة التي تم فيها زرع العشبة الطبيعي في هذه الملاعب غير جيدة مع ارتفاع درجة الحرارة أرضية هذه الملاعب الآن أصبحت كالحقول اليابسة